السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا من جديد بأروع متتبعين ومتتبعات قناة سحر طبيعة اليوم ان شاء الله بديت معكم الفيديو على الصباحة البناترة الثمانية هذه و اليوم سبحان الله صباحات الشميشة شارقة بكري يعني ما شبح البارح كيف وريتكم ما بين الشمشقع اليوم سبحان الله صباحات الشميشة على الصباح واستغلتها وخرجت هنا لنشارك معكم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بعض الحيال ونبدأ لكم بأول حيلة ان شاء الله بحول الله كيف ما كنت شوفوا معايا اختكم عندها الحوت غادي نقيه وكن قول لكم دائما انا ما كنبغيش نقيه في الكوزينة باش ميخليش لي الريحة وخليلي دكت زعليك ديل الحوت انتم معارفين كنجي هنا الواحد الجنب اللي كيف كنرجعو نقول ماشي بلاص القازو لان بزاف دي الناس كيبقي خاصمو عليك يقولوا لي لاش كتخسر القازو انا راح ما يمكنش نقلس فوق القازو والبنات وغنخسره هاتما كيف ما كتشوفو هاد الكوزينة غير الارض ما كي لا قازو لوالو هالقازو في هاتجيه يعني كنقلس في شي بلاصة اللي ممكن من اللي كنسالي كرش الدنيا باللماء والمعطر وذك الشي والحمدول لادا باش تغسل كل شي غادي نبدأ معكم ان شاء الله هاد الحيلة بالنسبة للحوت باش غا نوريكم واحت طريقة زوينة تغنيكم على ذاك الشوك وذاك القشور وذاك الشي بطريقة سهلة اللي كم بك نقولو تنقص عليكم النص ديالها التمارة ديال الحوت غادي نقلس ان شاء الله نوريها لكم ولكن قبل بغيت نذكر خوتي انهم انزلوا الدابة فضلا وليس امران يدلوا لي واحد لايك جزاكم الله كل الخيرات وما تنسوش كذلك البارتاج الفيديوهات الله يخلي ليكم كل عزيز وغالي ونبدأ معكم على بركات الله دبا هنتم عندي واحد الكمية ديال السردين ماعطوه كيلو ولا كيلو هنسا او الله ماعرفت الفكرة اشنا هي هو انه تنقصو هذه الخنيشات ديال اللي يسميناهم زيروميكا كنناخدهم هم اللي غادي ننقي فيهم الحوت اش كنندير هاد الحوت هاد الخنيشة هذي بسم الله هاد الخنيشات يساعدون بزيف 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 في الازالة ديال هاد القشور هاد الزكاي اللي قالوا لي يقولي القشور نوضي سوف نفرغ عليهم الماء في وسط البانيوم لان البانيوم يبقى شاد للماء في كرازوين البنات اللي غادي تغنينا على هاد لان هاد توب هادا ديال هاد الخنيشة هادو حرش هو اللي غادي ساعدنا في هاد القشور يزولهم لنا غادي نقبط عنا هاد الخنيشة هادي وغادي نعقدها بحال هاكا ماشي نزيرها نخلي فيها متنفس يعني نخليها من نفس شوية ماشي مطان ديال بحال هاكا الله عرفتو علي جو صبح يا البنات غزال بكي شريح والحال شوية شميشة ندر في الحال هانتو ما دا بات خد شدوها هتقاو تحكو السردين بحال هاكا جربوا بنات ها الطريقة ورجعوا ليا الخبار رها غزالة بزفزر وقتليكم غادي تهنيكم من هاد القشور يزا نقبو نحكو سردينة بسردينة بحال هاكا بحال هاكا هادي نقبو نديرو هاكا غادي تلقاو القشور كلهم زالوا هاد القشور هاد شي كل شي غاي بقالينة هنا وبالتالي من اللي غادي نسالي وطنقية ديالو انا نوريكم باش ما نحرقش المراحل هاكا هاكا حكو 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 وغيب شوية يعني مش بتردوه تخمجو تردوه كفتا غيب ما تضغطوش بزاف احنا غرضنا غيب تحكم على هاد التوب هادا باش يزول لنا هاد القشور هاد باشي غايزوله وقع مية في المية وإنما غادي نقص عني نحشي شوية هاكا ترجم الى المناتك ترجم الى المتابعة من الاوwon ونهشي خليها تقول كو شفو بها Stuff الميزة التي ستجمعها في الحوض سوف نكملها في الحوض سوف نكملها بشكل عادي هنا كمية الحوض الميزة اللي زوينة هو انه سافيمالي كتجمعوها تساك هذا وكتنزلوها كتسقطروه من هاد الماء هادره ضروري كتخلصوا منه ولكن اللي زوين هو هادوك شوك ودوك الازبال ودك شي كله بلما كتعدبوه بقوعة صفية ما تصفوك يرون الدنيا كتجمعوها هاد شي كامل وكتسدو عليه وكتخلصوا منه نهائيا وسبق لي قلت لكم لك كنتو من يعني ما كتخلصوش من سلة ديال مهمالات نهار كامل اه وكتبقوا حيرين مع الحوث كي دير الريحة بعدما غايت تسقطرها كم زيان غادي تضوبلوه في واحد الميكة ولجوج وديروه في المجمد حتى انه هالي كتبغيوا تخلصوا من من سلة ديال من سطل يرز بالاعزكم الله عاد كتتخرجوه كتديروه في سطل وكتديوه باش ها كم يدير ليكم ش الريحة هاد تدبيره فايتليات قاسمتها معاكم ده بصاف يدوينا على هاد طريقة وقلنا رهزوينة غ ما يريد نقول لبنات المبتدئات هو انه لا تبقوا كتروا بزاف من الغسيل ديال الحوث الحوث يبسال ما تبقىش فيه تر ريحة ديال البحر نديرو جوجوز غسلات من هاد الماء اللي يكون فيه مصخ صاف حتى تغسلوه هكا مسدود وتغسلوه نهائيا ما بقيش غادي تقاسوه بالماء عاد نزولي انا السنسول علاش لان هذيك اللحيمة من بعد ما كنزول السنسول بحال هكا وهذيك اللحيمة الدخلانية خصص تبقى محافظة على هاد يالاو بك البنات يالاو ما تب وفقا نشارك مع البنات المبتدئات وياربي هات تدبيرات تعجبكم وتنال الردد لكم يا ربي ما تنسوا اخطكم اللايكاتكم ولكم جزيل الشكر انشاء الله نشاهدوا تدبيرات اخرى وهنا البنات نشارك معكم استعمال هذه الزيت الحمراء المصبوغة ويسميناها الزيت المصبوغة ويطلبوها ليه بزاف هنا بغيت نوريكم استعمال في التنذيرها لان البنات داروها وقالوا لي بقيت شاركي معنا الاستعمالات ديالها باش حتى احنا راعتنا دارينها وحاطينها استعمالات اللي درتيها نعرفوه فاش ممكن نوضفوها وشاركت معكم بزاف ديال استعمالات وده بقى انا من اللي بغيت نديرها تاني وانا نتفكر انني كنديرها في الطاجين طاجين ديال السردين هكا كورات كنديرها في اللاصوس اللي كنسقي بها الطاجين وحنا هي فين غنضيف هذيك الزيت الحمرة كتعطي واحد اللون غزيل بزاف 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 اللاصوس شوفوا تبارك الله على اللون شوفوا غلوية اللي فيها كدير شوفوا غزالي يا البنات هذي اللون ما شاء الله بحال هكا هكا زيت شوية ديال الزيت عفوان شوية ديال الماء شوفوا ليال الصوس كديرها طاهي نحركها باش دوبليا هاد مطشا كانت عندي فو مجمد اه للايشارة هالطاجين ديال كورة ديال السردين راح شاركتو معكم في القناة بالتفصيل من الاليف الى الياء مع جميع اسرار ناجح باش يجيكم تبارك الله غزال وكتبوا لي في التعاليق راهيلا ادخلتوا علي التعاليق بالنفسكم كتبوا لي باننا راه جربنا طاجين ديال كورة ديال كورة ديال ووجه غزال جزوين عجب راجي وعجبوا لي ذاتي وانا كم فرح من لي شي اخت كتجرب شي حاجة من عندي وكتقول يا راه نجحات لي كتجيني فرحة قداش سوفوا شوفوا اللوين البنات شوفوا 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 هالغزال هكذا سيأتيكم الطاجين واعب سوف نسقي الطاجين ديال كي يجي غزال 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 جزوين يحمق انا كي حمق عليه راجي وليداز لانه فعلا كي يجيب بنين هذا هي الهصوص اللي سوف نزيد لمالتها حاجة ما طيشة سوف نطلق لي الماء مهم راه تبارك الله باش ما نطوش اللي يكون في الهدرة سوف ندخل لكم ان شاء الله الرابط لها الطاجين في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق متبت سوف ندخل لكم ان شاء الله سوف ندخل لكم ان شاء الله صافي سوف ندخل لكم ان شاء الله الرابط لكم ان شاء الله الرابط لكم ان شاء الله الرابط لكم سوف ندخل لكم ان شاء الله الرابط لكم ان شاء الله الرابط لكم ان دخل men الموس هذا سوف يتاكلون وهذا هو الذي أريد ولكن ضروري هذا العرش هذا الوريقات يجب أن يكون المندالينة يجب أن يحصل عليه هذا هو الغرض سوف نقبض قليلا الزيت سوف نقبض الزيت لا يوجد الكثير و سوف نقبض هذه الخيط التي يكون الموسط للمونة يجب أن تزولها تجعلها تحفظوا على هذا بشكل فتيلة سوف نقبض سوف نقبض سوف نقبض كنت تشاهدون كنت تقنبض بشكل صغير و كذلك سوف نقبض كنت تقنبض و كنت تقنبض و كنت تتوقف للمونة يجب أن تقنبض و تقنبض و يجب أن تزول و تقنبض كنت تقنبض كما تزول للمونة و إذا كانت تقنبض و لا يمكن تجربة بسبب للمونة لذلك سوف تقنبض الماء لذلك اتمنى لا تنسوا التعليقاتكم واللعائكاتكم و لكم جزيلا و معا السلام شكرا